عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعيها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق اقراروها فيما يخص مواجهة فيروس كورونا وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد وكذا أداء درس العصر وخاطرة الترويح بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان المعظم هذا وقد تمت الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان وكذا مد مواعيد إغلاق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحا على أن يتم إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن كما تمت أيضا الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وذلك مع بداية شهر أبريل المقبل